موسيقى الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية طابت أوقاتكم افتتح محافظ محافظة لحجة اللواء الركن أحمر عبدالله تركي مشروع بناء وتجهيز وحدة سكانية خاصة للأيتام مكونة من تسع شقق سكانية في مديرية الحوطة بمحافظة لحجة والذي يموله رجال الخير في دولة الكويت تنفذهم واسسة الرحمة الخيرية وخلال الافتتاح شاد المحافظ تركي بالدعم السخي الذي توليه دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا في مختلف الكطاعات الخدمية والتنموية مؤكدا أن مثل هذه المشاريع التنموية والذي قدمها ويقدمها الأشقاء في الكويت في محافظة لحجة أسهمت في شكل فاعل في التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال القطاعات الخدمية من جانبه ثمن فريق مؤسسة الرحمة الخيرية المنفذ للمشروع جهود قيادة سلطة المحلية بالمحافظة في تسهيل عمل المؤسسة في تنفيذ المشروع السكاني للأيتام مشيرا إلى أن المشروع يتكون من تسع شقاق سكانية جاهزة مع الملحقات التي تشمل مركزا صحيا مع طاقم طبي وجامع وبئر ارتوازية وضع محافظ محافظة أبيان الواء الركن أبو بكر حسين سالم حجر الأساس لمشروع إعادة وتأهيل وصيانة مختلف إدارات وأقسام مركز الكود للأبحاث الزراعية بتمويل من البنك الإسلامي وطلع المحافظ على سير أعمال المركز واستمع من مدير عام المركز دكتور محمد الخاشعة على مجمل الأنشطة التي ينفذها المركز وزار المحافظ قسم المختبرات وموقع حفظ البذور والقاعة الكبرى للقاءات والمؤتمرات مؤكدا أن الجهود متواصل لإعادة أمجاد هذا المركز الحيوي وإلهام كأقدم مركز في الجزيرة والخليج وعلى صعيد متصل ناقش المحافظ مع وكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبد المالك ناجي عددا من مشاريع التنمية الزراعية التي تنفذ في محافظة أبيان ويجري الإعداد والمتابعة لتنفيذ المتبقي منها مع الجهات المختصة والاستعداد لإعادة تأهيل مركز الأبحاث الزراعية الكود وأكد المحافظة على أهمية التركيز في وضع المشاريع الزراعية المستدامة التي تأتي عبر الوزارة بالتنسيق مع المنظمات والتركيز على المشاريع الهامة والمتمثلة بالقنوات المائية ومشاريع الري والدلتا وملحج القطن التقى محافظ محافظة أبيان أبو بكر حسين سالم رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين بالجمهورية نجيب السعدي وكوريس اللقاء لمناقشة القضايا المتعلقة من نازحين وسبل الكفيلة بتحسين أوضاعهم وأوضح المحافظ أن أبيان عملت ومنذ اندلاع الحرب على استقبال آلاف النازحين الهاربين من المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الإنقلابية وتم إنشاء العشرات من المخيمات الإيوائهم مؤكدا على أهمية التنسيق مع سلطة المحلية مستقبلا لإنشاء مخيمات جديدة في مناطق مناسبة لتجنب قيام المشاكل بين النازحين والمجتمع المضيف كما سعرض اللقاء المشاريع والمواقع المقرر إنشاؤها كمخيمات للنازحين وذلك لعدم توفر شروط إقامتها والبحث عن مواقع بديلة تتوفر فيها الخدمات وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام ودعم المجتمع المضيف الذي يعاني هو أيضا من تبعات الحرب التي خلفت ظروفها أو التي خلفت ظروفا معيشية صعبة تفقد محافظ محافظة أبيان الواء الركن أبو بكر حسين سالم بمنطقة شب سالم بمديرية زنجبار مركز الإنزال السمكي لبيع الأسماك وطلع على أنواع الأسماك التي يستقبلها مركز الإنزال السمكي وفارق السعر أو أسعار البيع في المركز والأسواق العامة في زنجبار وجعار ومديرية المحافظة الأخرى هذا ودع المحافظ مقاولي شراء الأسماك إلى مراعاة ظروف المواطنين الصعبة التي يعاني منها جراء ارتفاع الأسعار كما دع المحافظ إلى أهمية التنوع في التسويق السمكي بمختلف أنواعه وعدم حرم المواطن في المحافظة من الأسماك التي تشتهر بها أبيان والتركيز على توفير الأسماك للسوق المحلي قبل تصديرها إلى الخارج متى حصل الاكتفاء الذاتي وأكد على العمل الجاد لتوفير الأسماك وبمختلف أنواعها للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك كما ناقش المحافظ مع مدير الوحدة الفنية المهندس مختار الشداد ناقش أهم المشاريع التي تم إعدادها والتي ستخدم القطاع السمكي وتزيد من عملية إنجاجه باعتباره من القطاعات الهامة التي يشتغل بها قطاع واسع من اليمن في محافظة أبيان اطلع محافظ محافظة حضر موت مبخوط مبارك بن ماضي بالمكلة على خطة إدارة بحوث تنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة للعام 2023 وأقر المحافظ خلال لقائه مدير عام إدارة بحوث تنمية الإدارية والتدريب بالمحافظة مارين الجوهي ومدير عام إدارة البحوث بالوادي والسحراء عمر بشدادة اعتماد الخطة الموحدة لإدارة بحوث تنمية الإدارية والتدريب على مستوى المحافظة والتي تتضمن تنفيذ 17 برنامجا تدريبيا لبناء قدرات السلطة المحلية في جانب تكنولوجيا المعلومات وأكد محافظ حضر موت أهمية توفير تقاعدة بيانات عامة والاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل لكوادر ومنتسبي سلطات المحلية وكذا تفعل برامج تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات في هذا الجانب إلى ذلك ناقش محافظ حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة مع عدد من وجهاء واعيان مديريتين غير باوزير وغير بن يمين احتياجات المواطنين في بعض مناطق المديريتين وسمع المحافظ إلى احتياجات الأهالي في المديريتين وأهمها استكمال طريق المعدرين للمعارة سيئون وقطاعي المياه والزراعة مؤكدا اهتمام سلطة المحلية بمختلف مديريات المحافظة مثمنا جهود الوجهاء والأعيان في لم الشمل وتوحيد الكلمة مشددا على ضرورة توحيد الكلمة بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناتها بما يعود لسقرار والتنمية على المحافظة بحث محافظ محافظة حضر موت مبخوت مبارك بالماضي بالمكلة الترتيبات لافتتاح مكتب لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة المكلة وناقش المحافظ بحضور وكيل المحافظة للشيون الفنية المهندس أمين باروزيق مع مدير مكتب مركز الملك سلمان بحضر موت عبد العزيز باوزير والمدير التنفيذي لإتلاف الخير الشركة المنفذة لمشاريع المركز المهندس فهمي بن منصور الترتيبات الخاصة بآلية افتتاح المكتب الذي يعني بمحافظة حضر موت ومتابعة مشاريع المركز المنفذة فيها وأكد محافظ حضر موت أهمية افتتاح مكتب لمركز الملك سلمان بحضر موت موجهان بتقديم التسهيلات اللازمة لإفتتاح المكتب وإنجاح نشاطه الإنساني والإغاثي بالمحافظة مثمنا تدخلات المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المراحل لبلادنا عامة ومحافظة حضر موت على وجه الخصوص ناقش محافظ حضر موت مبخوت مبارك بالماضي مع قيادة سلطة المحلية بمديرية غيل بوزير أوضاع القطاع الزراعي وقطاع المياه وحلول مشكلة الجفاف ودعم المزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الزراعة بالمديرية وسارض الاجتماع بحضور مديرية الزراعة وتخطيط بالمديرية وجمعية غيل بوزير التعاونية الزراعية أسباب الجفاف ودراسة مشاريع خاصة بالمياه والزراعة لتحقيق الأمن الغذائية وأكد المحافظة الاهتمام بقطاعي الزراعة والمياه في مديرية غيل بوزير موجها بتوقيف العمل في أي محاجر بالمعايين الزراعية لما تسببه من أضرار على الحوض المائي مشيرا إلى تدخلات ستشالها المديرية في القطاع الزراعي لتأمين قدرة المسارعين على الاكتفاء الذاتي وتحسين الإنتاج أشهد محافظ حضر موت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوط مبارك بن ماضي بالرصيد النضالي لللواء الركن عويضان سالم الجوهي أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية معربا عن تقدير سلطة المحلية بالمحافظة لجهود اللواء عويضان في استثباب الأمن بالمحافظة وهن المحافظ أركان المنطقة العسكرية الثانية خلال استقباله له بالمكلة على سلامة العودة من رحلته العلاجية متمنيا له دوام الصحة والعافية وبحث معه جوانب تعزيز الأمن وتنفيذه خطط العام التدريبي ورفع الجاهزية للعام الحالي 2023 وأعرب اللواء الركن عويضان سالم الجوهي عن شكره لتواصل المحافظ معه للإطمئنان على صحته ودعمه لخطط وبرامج المنطقة العسكرية الثانية بما يعلو الاستقرار على المحافظة دشنا محافظ محافظة سقطر المهندس رأفة الثقلي ومعه رئيس مؤسسة أرخبير سقطر الخيرية مختار الحنكاسي الحملة الإغاثية لجزيرتي عبد الكوري والسمحة مقدمة من فاعلي خير بدولة الكويت الشقيقة عبر لجنة العالم العربي بجمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت الشقيقة وبإشراف جمعية الحكمة اليمنية الخيرية وتسهرف الحملة التي تأتي شعار الكويت بجانبكم 230 أسرى في الجزيرتين لتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد نظم جمعية أطفال عدن لتوحد الحفل الختامي للعام الدراسي 2022-2023 واليوم العالمي للأم تحت شعار أم عالمي وفي الحفل أشهد نائب وزير الإعلام حسين باسليم بالدور الكبير والمؤثر التي تقوم بها جمعية أطفال عدن للتوحد في تقديم الخدمات اللازمة والأنشطة الهادفة للأطفال المتسببين لها أو المنتسبين لها في مختلف المجالات التأهلية لإعادة دمجهم في المجتمع بالإضافة إلى توعية المجتمع بكيفية التعامل مع هذه الفئات بطريقة صحيحة من جانبها أكل وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور سالم الشبحي ضرورة العمل المشترك في تقديم الدعم الصحي والتأهلي والتعليمي المناسب لأطفال التوحد وتنفيذ أنشطة وبرامج متطورة وحديثة تساعدهم في مواجهة كافة تحديات المجتمع بمختلف المجالات إلى ذلك أشهد كل من المدير التنفيذي لسندوق رعاية وتأهيل المعاقين بعدا الدكتورة نجوى محمد فضل ومدير متب أشيون الاجتماعية والعمل بعدا الدكتور محمد حمود الكبسي بما تقدمها الجمعية من خدمات تأهيلية لأطفال التوحد والتعرف المجتمعي بالطراب هذا الطيف في أوساط المجتمع وكذا العمل على النهوض وإدماجهم في المجتمع بصورة سليمة من جانبها أوضحت رئيسة الجمعية المهندسة عبير اليوسفي أن هذا العام شهد تنفيذ العديد من الأنشطة والدورات التي هدفت إلى تندمية قدرات الأطفال وأسرهم في التعامل مع اضطرابات التوحد هذا وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية وتمثيلية نالت استحسان الحاضرين اختتمت بمدينة زنجبر بمحافظة أبيان الدورة التدريبية الخاصة بالأمن الرقمي ومحو أمية الانترنت والتي ينظمها أو تنظمها المنظمة الوطنية للإعلاميين صدى بالتعامل مع مكتب الإعلام بمحافظة أبيان وراديوهون أبيان المجتمعية بمشاركة عشرين إعلاميا وإعلاميا وخلال اختتام الدورة أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مهدي محمد الحامد أهمية التأهيل والتدريب وبناء قدرات الكادر الإعلامي بالمهارات والتقنية الحديثة من جانبه أشار مدير عام المكتب المحافظة الدكتور ياسر بعزب على أهمية الأمن الرقمي واكتساب المعارف والمفاهيم حول حماية الحسابات والأجهزة الخاصة مؤكدا على ضرورة بناء قدرات الكوادر الإعلامية في مجال التقنيات الحديثة ومنها الأمن الرقمي ناقش وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شادري مع سفير اليابان لدى بلادنا كادوهيروش هياشي العديد من القضايا التنموية والخدمية التي تحتاج لها عدن منها تأهيل وترميم مخازن الحويات بمناء عدن المدعوم من اليابان وكذا تطوير أداء عمل المنطقة الحرة وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الخدمية وخلال اللقاء شادى السفير الياباني من حالة الأمنية المستقرة التي تشادها العاصمة المؤقتة عدن لافتا إلى أن هذا الاستقرار سيعمل على زيادة شراكات الاقتصادية والتنموية في كافة المجالات اختتم صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة المؤقتة عدن الورشة الخاصة بالدورة المستندية للمشاريع التي شارك فيها مئة من مهندسي صندوق صيانة الطرق والمؤسسات العامة للطرق والجسور وسشاريين وموثلين عن المقاولين وفي اختتم الورشة شادى وكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع غسان الزامكي بجهود قيادة صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن في تأهيل قدرات الاستشاريين والمهندسين والمقاولين متمنيا مضاعفة الجهود وتكثيف اقامة الورش والدورات التدريبية لاكساب الكوادر خبرات عملية وعلمية تواكب التطورات العالمية في مجال الطرقات والجسور ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضر موت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء عامر العامري وبحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي إرساء مشاريع وأحالة أخرى للجنة الفنية للتحليل وأرثت اللجنة مشروع تأثيث متب وزارة الشباب والرياضة للجهة التي انطبقت عليها شروط ومواصفات المشروع والاعتماد المالي المخصص كما أقرت اللجنة اعتماد تنفيذ مشروع صيانة عقبة عشعش التي تربط ودي حضر موت بالخط الصحراوي المؤدي إلى مديرية رماه باتجاه الشرق الرابط إلى سلطنة عمان إضافة إلى إقرارها تنفيذ أعمال إضافية لمشاريع في مجالات التربية والصحة والمياه في عدد من مديرية الوادي والصحراء وأحالة لجنة المناقصات عدد من المشاريع إلى لجنة الفنية لتحليلها والسعرات نتائجها في اجتماع اللجنة القادمة ناقش اجتماع بسيئون برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء عامر العامري ناقش الإجراءات المتخذة لإزالة العشوائيات والبساط المنتشرة في الشوارع الرئيسية ضمن مشروع تحسين مدينة سيئون وجرى في الاجتماع الذي ضم مدير عام مديرية سيئون ومدراء عموم الأشغال العامة والطرق والموارد المالية والشؤون القانونية بروادي والصحراء استعراض مقترح مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بإنشاء وحدة إيقاف المبنى والافتراش العشوائي للبساطات بالأسواق وكلف الوكيل العامري لجنة من الجهات ذات الاختصاص لتدارس وتنقيح المقترح المقدم في الاجتماع وإعداد آلية متكاملة لإزالة العشوائيات ووضع الضوابط لاستمرارية تنفيذ الإجراءات ناقش مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضر موت مع جمعية الوصول الإنساني لشراكة التنمية أوجه التعاون المشترك في دعم القطاع التربوي والتعليمي على مستوى مديرية المحافظة بناء على احتياجات الواقع التربوي في مجالات البنية التحتية للمدارس والاهتمام بالمعلم وأشار بعبات إلى أهمية فتح قنوات مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود الرامية للنهوض بقطاع التعليم وأكدا أن القطاع التربوي يحظى بدعم ورعاية متواصلة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة دشن مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة المواقعة أحمد علي الدؤودي أعمال سفلة بمشروع يعادة تأهيل وصيانة شارع الشهيد سالم علي قطن البالغ تكلفته سبعمائة مليون وستمائة وستة وسبعين ألف ريال الممول من صدوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بعدن وأكد الدؤودي أهمية تنفيذ المشروع الخدمي كونه يعد أحد أهم الشوارع الهامة في المديرية كما سيسهم عند إنجازه في تسهيل حركة السيارات والحد من الاختناقات المرورية مشيدا بالجهود المفذولة من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور في تنفيذ عدد من مشاريع الصيانة وإعادة تأهيل بعض الشوارع المتهالكة بمديرية المنصورة لتعزيز البنية التحتية والحفاظ على شبكة الطرق والسمرارها لخدمة المواطنين شهدت مديرية وادي العين وحورة بمحافظة حضرموت حفلا خطابيا وفنيا وتكريميا نظمته ثانوية 26 سبتمبر بإشراف إدارة التربية والتعليم بالمديرية تزامنا مع الاحتفال باليوبل الفضي للثانوية وتكريم أوائل الطلاب للعام الدراسي 2022-23 وفي الحفل أكد مدير عام مديرية وادي العين وحورة سالم بوزير بأن ثانوية سبتمبر تعتبر من الثانويات النموذجية التي أهلت كادرا تربويا وتعليميا وصحيا في كافة المجالات هذا وقد تخلل الحفل الذي حضره عذو مجلس الشورى عبدالله العوب ثاني وعدد من الكوادر التربوية وشخصيات الاجتماعية تخلل فقرات فنية وإبداعات أو إبداعية نالت إعجاب الحاضرين نظمت المؤسسة الطبية الميدانية بالعاصمة المؤقتة عدن احتفالية اختتام مشروع المساعدات الغاغاثية مقابل التدريب والذي نفذته المؤسسة بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي المشروع السهدف ثلاثة آلاف وثمانمائة مستفيد في عشرين مديرية بمحافظات عدن لحج الحديدة تعز حضر موت مأرب واجتمل التدريب في عشرين برنامج تدريبي متنوع مدر للدخل سيوكن المشاركون أو المشاركين فيه من اكتساب المهارات المهنية اللازمة والانخراط في سوق العمل وتحقيق استقراره المادي وحياتي للشباب والشابات وألقيت في الحفل عدد من الكلمات لممثل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب والرياضة وسطة المحلية وبرنامج الغذاء العالمي أكلت جميعها أهمية التدريب والتأهيل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التدريبات النوعية للشباب ومساعدتهم في تحسين ظروف حياتهم وقعت غرفة تجارة وصناعة حضر موت بمدينة المكلة مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة عالم الأعمال لاستثمار والدراسات المحدودة تهدف إلى تنفيذ أعمال مشتركة بين الطرفين وتهدف الاتفاقية لتنفيذ برامج تدريب وتطوير قدرات موظفي ومنتسبية الغرفة في عدد من المجالات التعليمية وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة بحضر موت فارس بن هلابي أن الغرفة ستتولى تسهيل مجالات تدريب المهني والتطبيق ودراسة جدوى الأفكار الريادية لقطاع الأعمال والمنشآت مشيرا إلى توجه الغرفة لدعم الشباب وتطوير قدراتها في مجال الأعمال والريادة ضمن اتفاقية الشراكة بين التعليم الفني وصندوق الاجتماعي وتخرج من المعهد الصناعي في الحصب بتعز 36 متدربا في التمريدات الكهربائية والصحية التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته الزميل نعائم خالد احتفل مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بتاعز وفرع صندوق الاجتماعي للتنمية باختتام الدورتين التدريبيتين في مجالية التمديد الكهربائي المنزلي والتمديدات الصحية باختتام الدورات التدريبية في مجالة التمديدات الكهربائية والصحية لعدد 36 متدرب نتيجة الشراكة واتفاقية التعاون بين مكتب التعليم الفني والصندوق الاجتماعي للتنمية إن شاء الله سيتم في الفترات القادمة تنفيذ دورات تدريبية نوعية لإكساب الشباب المهارات والقدرات الذي تمكنهم من الإنخراط في سوق العمل ضمن مشروع تحسين الوضع البيئي والصحي والمعيشي لقرية الكدمة عزلة بني عيسى بتعزب تمويل من المنحة الألمانية وتنفيذ فرع الصندوق الاجتماعي بتعز نحن اليوم في اختتام الدورة التدريبية في مجال التمديدات الصحية والتمديدات الكهربائية المنزلية لعدد 18 متدرب في مجال التمديدات الصحية و18 متدرب في مجال التمديدات الكهربائية هذا المشروع يأتي ضمن هذه الدورة تأتي ضمن النشطة التي ينفذها المشروع للمستفيدين الذي يتقوى عددهم 359 مستفيد على مستوى القرية عملوا في بناء حمامات بجميع مكوناتها حمام كامل بجميع مكوناته وعيضا في مجال تحسين الحمامات القائمة هذه الدورة تأتي ضمن لدة أنشطة نفذ قبلها تدريب في مجال الانتق الحيواني لعدد 120 متدرب استفادوا كثير في هذا المجال وهذه الأنشطات تحسن كثير تفيد كثير بتحسين سبل العيش للمستفيدين الدورة يتخرج ينالون شهادة المشاركة قادرين على الخروج لسوق العمل بمهارات وقدرات تجعلهم قادرين على كسب لقمة العيش استفدتوا بالدورة السباكة من التدريب وكان وضعي ما كانش تمام والحمد لله ونقعدوا بالتدريب وتعلمت المهنة والحمد لله وقدر أخرج أشتغل على هذا التدريب الذي كان بصول بالدورة الصندوق الاجتماعي والحمد لله رب العالمين الدورة تعتبر حافزا للمتدربين في تحسين أوضاعهم بعد تسليمهم حقيبة فيها الأدوات المطلوبة للعمل وفرصة بأن ترفض المنطقة بكادريني عمل في مجال التمديدات الكهربائية والمنزلية الصحية مثل هذه الدورات التدريبية تعني انتشال الشباب من البطالة وإيقاد فرصة عملا في سوق العمل نعايم خالد قناة عدن الفضائية بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية وللأمهات في اليمن والعالم كل عام والجميع بألف خير في رعاية الله اشتركوا في القناة